أوسط جلسات الحوار المجتمعي التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أوسط بعدد من النقاط والمقترحات ومن أبرزها إشادة القطاع الخاص باستراتيجية تنمية صناعة السيارات والمطالبة بإطلاق استراتيجيات مماثلة في قطاعات هندسية أخرى جاء في الفيديو الذي نشره مركز المعلومات حول جلسات الحوار المجتمعي لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع الثالث على التوالي أن المركز استقبل هذا الأسبوع أربع جلسات أخرى حضرها أكثر من ثمانين خبيرا وممثلا عن القطاع العام والخاص لمناقشة أبرز التحديات والفرص أمام قطاع الصناعات الهندسية والنقل بأنواعهم مختلفة النهري والبحري والبرية اشتركوا في القناة